الصفو التاسع الأساسي كتاب التاريخ الوحدة التعليمية الثالثة الدرس الثاني بعنوان سوريات صنعنا التاريخ تقدمة مبادرة ضوء بصوت محمد غازي حسن يغضي هذا التسجيل الصفحات من 89 وحتى الصفحة 91 دور المرأة لا يمكن أن تختزله الصطور فهناك المئات من النساء في القرى والمنازل والمدارس والمعامل قدمنا الكثير وشاركنا في صنع الحياة العامة رأينا أن الحياة تستحق أن تعاش بواقع أفضل استطعنا أن يضعنا بصمتهم في تاريخ سوريا الحديث فقرى بعنوان مرآة التغيير في المجتمع تعد تربية البيت أساسا لتطوير الواقع الاجتماعي فالأسرة تحقق الاستقرار وتنمي شخصية الفرد ليتمكن من تطوير ونقل معارف وأهداف مجتمعها ولأن للمرأة دور كبير في تنشيئة وتوجيه أبناء المجتمع ساهمت في العصر الحديث في بناء مجتمع قوي متماسك من خلال عملها في المجالات كافة الثقافة والتربية والتجارة والاستثمار والصناعة الوطنية تقول الرائدة قمر كيلاني عن نفسها ولدت في دمشق عام الف وتسعمائة وثمانية وعشرون ميلادية ودرست فيها ودخلت جامعتها التي تخرجت منها حاصلة على إجازة في اللغة العربية ثم دبلوم التربية عام الف وتسعمائة واربعة وخمسون ميلادية اشتغلت بالتدريس وساهمت في تأسيس اتحاد الكتاب العرب نشرت عددا من الدراسات الأدبية وبعضا من القصص نالت قصتي دمية العيد جائزة أفضل قصة قصيرة في مسابقة أقامتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي كنت عضوا في اللجنة المركزية لمحو الأمية الشكل رقم تسعة صورة للكاتبة قمر كيلاني التي توفيت عام 2011 ميلادية فقرت أبني أفكاري واحد ما الفكرة الرئيسية للنص؟ الجواب الفكرة الرئيسية للنص هي سيرة قمر كيلاني الثقافية اثنان ما أبرز الأعمال التي يمكن للمرأة أن تقدمها للمجتمع وما أثره؟ الجواب تنشئة وتوجيه أبناء المجتمع وبناء مجتمع قوي متماسك ثلاثة ما المكانة العلمية والاجتماعية التي وصلت إليها المرأة السورية في العصر الحديث وعلى ما يدل ذلك الجواب عملت في المجالات كافة الثقافة والتربية والتجارة والاستثمار والصناعة الوطنية أربعة قيم الأدوار التي قامت بها قمر كيلاني في خدمة مجتمعها الجواب الأدوار التي قامت بها قمر كيلاني في خدمة مجتمعها هي أعمال عظيمة يعجز عنها الرجال فقرى بعنوان نساء لا يعرفنا المستحيل وهي عبارة عن خريطة مفاهيم تتضمن جمعيات أسستها المرأة السورية تتضمن خريطة المفاهيم هذه نوع الجمعية ومثال عنها وتاريخ تأسيس الجمعية واسم مؤسسة الجمعية وهدف الجمعية وسأقوم بذكر الجمعيات بحسب نوعها أولاً جمعيات تعليمية مهنية مثل جمعية يقظة المرأة الشامية أسست في عام 1927 من قبل نازك العابد وهدف الجمعية هو تعليم المرأة مهنة يدوية ثانياً جمعيات صحية مثل جمعية الإسعاف العام النسائي أسست عام 1945 ميلادية من قبل أسماء الخوري وهدف الجمعية هو إسعاف ومعالجة المرضى ثالثاً جمعيات خيرية مثل جمعية أسرة الجندي أسست في عام 1952 ميلادية من قبل سامي مدرس هدف الجمعية تقديم كتب وهدايا ورفع المعنويات رابعاً جمعيات سياسية مثل جمعية نساء العرب القوميات أسست في عام 1943 ميلادية من قبل أليس قندلفت هدف الجمعية المطالبة بحقوق المرأة السياسية فقرة أبني أفكاري واحد حول خريطة المفاهيم إلى نص لا يتجاوز خمسة أسطر اثنان الأفكار الواردة في الخريطة أهي حقيقة أم رأي؟ ولماذا؟ والإجابة الأفكار الواردة في الخريطة هي حقيقة لأنها تعتمد على أدلة وأرقام ثلاثة استفد من معلومات الوحدة الاقتصادية والسياسية لتفسر أسباب ظهور جمعية يقظة المرأة الشامية أربعة ما الشعور الذي يمكن تنميته لدى الفرد بوجود مثل هذه الجمعيات؟ والإجابة الشعور الذي يمكن تنميته لدى الفرد بوجود مثل هذه الجمعيات هو الانتماء للوطن خمسة لا يمكن للمجتمع أن يقوم بنهضة بدون فراغ لأن فراغ والإجابة لا يمكن للمجتمع أن يقوم بنهضة بدون المرأة لأنها نصف المجتمع فقرى بعنوان إرادة قوية من بلدي وهي عبارة عن خريطة مفاهيم تتضمن تسلسلا زمنيا للحقوق التي حصلت عليها المرأة السورية 1- عام 1920 ميلادية مناقشة حق الانتخاب للمرأة السورية في المؤتمر السوري 2- عام 1949 حصلت المرأة العربية في سوريا على حق الانتخاب مشروطا بشهادة ابتدائية 3- عام 1953 منحت المرأة حق الوصول للنيابة وتصدر الجلسات ووضع القوانين وكانت المربية ثري الحافظ أول سيدة تترشح للمجلس النيابي لكن لم يحالفها الحظ في حينها 4- عام 1965 ميلادية عائشة دباغ أول إمرأة في سوريا والوطن العربي تدخل المجلس النيابي 1- ما الحقوق التي حصلت عليها المرأة السورية؟ 2- الحقوق التي حصلت عليها المرأة السورية هي حق الانتخاب وحق الترشح وحق التعلم 2- على ما يدل إقرار شرط الحصول على الشهادة الابتدائية للترشح للانتخابات 3- ما شعرك عندما تعلم بأن أول امرأة في الوطن العربي دخلت المجلس النيابي كانت امرأة عربية سورية؟ 4- الجواب أشعر بالفخر والاعتزاز 5- فقرى بعنوان 6- قصة تأسيس 6- حازت الكلية العلمية الوطنية التي أسسها الدكتور أحمد منيف العائد في دمشق 7- إعجاب وثقة الأهالي 8- فتقدمت مجموعة من الأهالي الحريصين على تعليم بناتهم بطلب إلى الدكتور العائد لتأسيس كلية للإناث 8- فلبى طلبهم وأنشأ كلية البنات عام 1931 ميلادية واستخدم الاختصاصيين للتعليم فيها 9- فقرت أبني أفكاري 1- ما الفكرة الرئيسية للنص؟ 10- الإجابة 11- الفكرة الرئيسية للنص هي تعليم البنات 12- على ما يدل تأسيس كلية للفتيات 13- الإجابة 13- يدل تأسيس كلية للفتيات على اهتمام الدولة بتعلم المرأة 13- بما تفسر مطالبة الأهالي بتعليم بناتهم؟ 14- الإجابة هي 14- أفسر مطالبة الأهالي بتعليم بناتهم بوعي الأهالي بأهمية تعليم المرأة 15- نهاية الدرس الثاني في الوحدة التعليمية الثالثة ونهاية الصفحة 91 ونهاية التسجيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر